قال وزير شؤون الخارجية والجرية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة إن تحذير لزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى موسكو تتم بشكل نشط على أمل إجرائها قبل نهاية العام الحالية العمامرة وفي تصريحه لوكالة سبوتنيكا الروسية على هامشي منتدى باريس للسلام عبر عن أمله في أن تتم الزيارة قبل نهاية العام مشيرا إلى أن الزيارة مهمة لكلا البلدين وأضف العمامرة لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد في الجزائر وروسيا شريكان ومهمان لبعضهم البعض ونجري حوارا سياسيا رفيع المستوى ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة شديدة في علاقتنا يقول الوزير